اهلا بكم في قرار هو الاول من نوعه على مدى السنوات اجرت حكومة مصف الكاظمي سلسلة تغييرات في اعلى هرم القيادات الامنية اترى تداعيات الخرق الدموي الذي شهدته ساحة الطيران وسط بغداد الكاظمي قال ان الوقت حان لابعاد نفوذ السياسة وصراعتها عن غرفة صنع القرارات الامنية يأتي هذا في وقت تتصاعد التوترات من قصر النهاية وتحقيقاته في ملفات الفساد حتى البنك المركزي ومزاد العملة ومشاريع الاستجواب في مجلس النواب توتر على كل الصعود يضاف الى المواجهة التي لم تنتهي مع فوضى السلاح تغييرات امنية شملت اسماء مقربة من جهات حزبية ذات هيمنة في بنا الدولة اكبر تغييرات في القيادات الامنية شهدها العراق منذ 2003 هي التي اجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الخميس على خلفية التفجيرين الانتحاريين الدمويين في ساحة الطيران والباب الشرقي وسط بغداد اسماء بارزة شملتها التغييرات من ضمنها ابو علي البصري مدير خلية السقور منذ 2012 والممثل لجناح سياسي بارز في وزارة الداخلية يقول مصدر رفيع في وزارة الداخلية مشترطا عدم ذكر اسمه ان البصري يعمل بشكل منفرد ولم ينسجم مع التحولات الاصلاحية بعد مرحلة تشرين ويضيف المصدر انه لم يشاهد البصري ابدا ذلك ان الاخير محاط بحماية مشددة التغييرات شملت ايضا واكل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وقائد عمليات بغداد ومدير قسم الاستخبارات في عمليات بغداد محللون امنيون رأوا في ذلك خطوة ذات دلالة ابعد مما يبدو وتدل على ان رئيس الحكومة بدأ بالمناورة مع خارطة نفوذ السياسين في الاجهزة الامنية ويرجحون ان ذلك سيرفع مستوى المواجهات السياسية بشكل متسارع وفي مجرى ذلك سلطت التفجيرات الاخيرة الضوء على ضعف القدرات الامنية والاستخبارية مقارنة بالاموال المخصصة لها اذ تحدث معحد بروكينغز للأبحاث ان موازنة 2021 ارتفعت بواقع 10% لمخصصات وزارة الدفاع و10% لوزارة الداخلية فيما لوحظ ان ميزانية الحجد الشعبي التي زادت 45% هي على زيادة على الاطلاق بين كل الصنوف الامنية والعسكرية وإلى قصر النهاية اذ رفعت تحقيقات التوتر الحزبية إلى أقصى بعد سلسلة من الإجراءات تضمنت تسليم فاسدين إلى الزنازين في أعقاب فشل الصفقة التي عرضتها عليهم لجنة الجرائم الكبرى كان يمكن لأحمد السعدي رئيس هيئة التقاعد السابق لاستفادته من صفقة مع الحكومة يكشف بموجبها عن مكان الاموال المتهم بتهريبها إلى خارج العراق فينال حريته كما كان ذلك متاحا لسعد جميل هودي مدير عام النفذة الواحدة في هيئة الاستثمار لكنهما لم يبرم صفقة فنال عقوبة السجن أودين سعدي بتقاضي رشاوى فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين وفق ما ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان وحكم عليه بالسجن المؤقت مدة ست سنوات بينما حكم على هودي بالسجن أربع سنوات وقد صدر الحكمان في يومين متتاليين الثلاثاء والأربعاء ما يشير إلى أن قصر النهاية سيسلم المزيد إلى الزنازين في الأيام المقبلة مصدر مطلع على سير تحقيقات لجنة الجرائم الكبرى أبلغ يو تي في أن صفقة الإفراجي تتضمن أيضا الاعتراف على شركاء التهريب وليس الكشف عن أماكن الأموال المهربة فقط وهو ما رفضه المدنان بضغط من الجهات السياسية المرتبطين بها لأنها تخشى أن تؤدي الاعترافات إلى كشف الغطاء عن ملفات كثيرة فتخلت عنهما لواجه مصيرا قد يواجهه أخرون من المحتجزين في قصر النهاية في مجرى ذلك حدد مجلس النواب الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس النواب فإن طلب الاستجواب تقدم به النائب فالإحسار من دون ذكر أسباب الاستجواب وأهدافها بما يقول خبراء أن البنك المركزي العراقي يتعرض لضغوط سياسي من قبل جهات تضررت مصالحها المادية بعد الإصلاحات الأخيرة والتي اقترحها البنك الدولي للعراق لتطوير وضع الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر 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 هي خطوة صحيحة لكنها هل ستنهي هذا الاختراق الأمني بالتأكيد أيضا لا الجواب لا الموضوع لا يتعلق فقط بأشخاص وإنما يتعلق بمنظومة كاملة يتعلق بالمنظومة من أقول منظومة لا أقصد فيها فقط المنظومة الأمنية وإنما أقصد فيها المنظومة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية التي يعيشها العراق أو التي تتحكم في العراق حاليا ما يشهده العراق حاليا قريب إلى حد كبير مما شهده العراق إذبان يعني احتلال داعش لبعض المناطق وأوج قوة داعش نعم داعش أصيبت بضربة قاصمة لكنها لا زالت قوية والظروف الآن تبدو الظروف السياسية والانشقاقات والعدم الارتياح الشعبي الموجود كلها تسهم عوامل تسهم في دفع داعش نحو العودة مرة أخرى وبقوة فالمفروض لا نعالج هذا المنظم بس من الناحية الأمنية وإنما يعالج بشكل شامل طيب دكتور إذن هي خطوة بالاتجاه الصحيح لكن ليست كافية كما تفضلت إذن ما الذي يحتاج الكاظم اليوم ليسيطر على المنظومة الأمنية بأكملها وأن بعض التقارير الدولية تشير إلى أنه يسيطر فقط على عشرة بالمئة من المؤسسات الأمنية يعني هي الموضوع عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة ما عرف شون يقيسونها لأن شلون تنقاس هذا الموضوع لكن بالتأكيد موضوع المحاصصة الذي ابتلي به العراق والذي شمل المنظومة الأمنية أيضا هو واحد من المشاكل الكبرى وموضوع المحاصصة هو ليس موضوع أمني هو موضوع سياسي ولذلك أنا أقول السيد الكاظمي إذا أراد أن يتعامل أو يمنع هذه الانفجارات من أن تعود مجددا ويمنع نشاط داعش من أن يعود مجددا وبالمناسبة هناك احتمال وارد جدا أن تكون هناك انفجارات أخرى خروقات أخرى يعني هذه محتملة جدا إذا أراد المعالجة فلا تكفي المعالجة الأمنية المعالجة الأمنية سبق أن جربها المالكي سابقا قبل ظهور داعش وفشلت إذا ما موجود اتفاق سياسي اجتماعي يعالج المشاكل التي يعاني منها العراق سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد الأمني فلا يمكن أن تحل هذه المشكلة دكتور إبعاد الهيمنة السياسية لا تقتصر فقط على الملف الأمني بل حتى على الملفات المرتبطة بصنع القرار وأبرزها تحقيقات قصر النهاية ولجنة الجرائم الكبرى إلى أي مدى ستقوض هذه الإجراءات صفقات الفساد الكبرى في العراق شوف السيد الكاظمي الآن أمامه فرصة عليه أن لا يضيعها هذا الغضب الشعبي والسياسي الناجم عن تفجير يوم أمس يمكن أن يستثمر لتصحيح المسارات من عندها موضوع المسار الأمني ومن عندها المسارات الأخرى التي هي أيضا تعاني من إشكالات الضغوط السياسية يعني موضوع الفساد وكشف الفاسدين نعم هناك خلينا نقول بدأت الأسماك الكبيرة يتم استيادها لكن لازلنا ننتظر الحيتان الحيتان الكبيرة الحيتان الكبيرة لا زالت ضاغطة على المشهد لا زالت تمنع تطور العمل لكي يأخذ كل مداياته ما لم يستغل السيد الكاظمي هذه الفرصة لكي يقفز خطوات إلى الأمام ويذهب إلى أبعد من مجرد مدير عام هنا أو مدير عام هنا وإنما الإطاحة بالرؤوس الكبيرة هذا كله مثل ما قلت لك هي one package هي حزمة واحدة ما ممكن أن تتعالج بس وحدها وتعوف وحدها طيب مصادر تقول دكتور أن لجنة الجرائم الكبرى تعقد صفقات مع الفاسدين لاسترداد الأموال المهربة والكشف عن شبكات الفساد وحيتان الفساد الذي تحدثت عنهم ستنجح برأيك التجربة العراقية على غرار التجربتين السعودية والمصرية ما هي أدوات النجاح التي لا يمتلكها العراق لا الأدوات اللازمة نجاح مثل هذه الخطوات غير متوفرة بالعراق أنطيك مثل في مصر أو في السعودية أو في أي بلد آخر هناك سلطة واحدة متحكمة هناك دولة واحدة متحكمة بالبشهد أما في العراق فإن هناك أكثر من دولة هناك الدولة الظل أو دولة الأشباح دولة الأشباح أو ما يسميها البعض الدولة العميقة هي المتحكمة بالمسار بمعنى أنا متأكد لو كان الظرف غير هذا الظرف لكان هؤلاء المدراء العامون الذين أطيح بهم عقدوا صفقة مع الدولة ليكشفوا أسماء الحيتان الكبيرة لكن بما أن السلاح المسيطر على العملية السياسية في العراق والمتحالف مع المال السياسي في العراق هو المتحكم بالعمل بمعنى أنه أنا متأكد الآن أنه جاهم تهديد إذا عقدتم مثل هذه الصفقة فعوائجكم كلها سننهيها أو ستتعرضون إلى القتل في داخل السجن ممكن يكون نعم دكتور فلذلك صعب جدا أن تعقد مثل هذه الصفقات إذا مو الدولة لديها الأدوات القادرة على إنفاذ القانون والقادرة على حماية الشهود في أمريكا مثلا هناك ما يسمى ببرنامج حماية الشهود برنامج حماية الشهود برنامج فدرالي تصرف عليه الحكومة بشكل كبير مصمم لكي يحمي الشهود نعم دكتور من عتات المجرمين ويحمي الشهود وعوائلهم من عتات المجرمين مثل هذا الشيء نحتاجه بالعراق نعم الباحث في معهد واشنطن ومؤسسة قالوب الدولية دكتور منقد داغر أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا وراء صفحة الصراع السياسي هناك إجماع شعبي وتضامن مع ضحايا ساحة الطيران من وقفات المجتمع المدني والرسائل الكبيرة التي وجهها الشباب من الموصل إلى البصرة يوتيفي رصدت التضامن الشعبي الواسع حين حضرت عزاء الشقيقين عمر وعلي في بغداد دماء على الأرض دماء في كل مكان حتى على هذه السترة العسكرية المستعملة التي كانت معروضة للبيع شباب يوقدون الشموع كل ما تبقى في سوق البالة بساحة الطيران في اليوم الثاني للتفجير ثلاثون شهيدا سقطوا في الانفجار لكل منهم قصة قصة علي وعمر واحدة منها شابان في مطلع العشرينيات كانوا يبيعون الحاجات المستعملة طاروا من ساحة الطيران إلى السماء تاركين والدا مفجوعا ينظر إلى الناس بعينين شاحبتين ويبكي دون دموع خيمة العزاء توشحت بالعلم العراقي واستحضور غفير لأهالي المنطقة وأصدقاء الشهيدين الذين لم تنشف دموعهم شابان لم ينضي على زواج أكبرهم سنة والأصغر ستة أشهر رحل عمر وعلي تاركين أبا منهارا وعائلة مفجوعة رحلا تاركين قصة عراقية بامتياز موت مجاني يسرق حياة عصيبة في بلد يقتل يوميا كي يعيش ولا يعيش حيدر البدري يو تي في بغداد في الموصل تضامن الأهالي مع ذوي ضحايا هجوم الطيران من خلال تقديم الدعم المادي وتبرع بالدم للجرح في الموصل ما كان لهم وقفة استنكارية فقط كان لهم حملات كثيرة منها حملة التبرع بالدم أيضا ليلة أمس وحملة كبرى انطلقت في محافظة نينوى لجمع التبرعات لتوفير العلاج لمصابين الانفجار هذه الرسالة اللي حبينا نوصلها أنه نحن واقفين مع جميع محافظات العراق من محافظة نينوى أنه نوصل رسالة سلام ومحبة وتعازين لشهدائنا نقول كفا استهانا بدماء العراقيين وكفا ختلا للعراقيين الآن شبكة مرسلين تنضم إلينا الحديث في تداعيات تفجير الطيران من بغداد حيدر البدري ومن الأنبار نبي العزامي ومن الموصل القاسم الزيدي أبدأ من بغداد مع حيدر حيدر كنت حاضرا اليوم في مجلس عزاء الأخوين الشهدين عمر وعلي ضحايا تفجير ساحة الطيران ما هي رسائل أهل الشهدين ورسائل أصدقاء أحدثنا أكثر عن هذه القصة الحزينة أهلا سفيان أهلا بكل من يشاهد يو تيفي الآن حقيقة كان الموقف مفجع عندما ذهبنا إلى هناك أهالي المنطقة ربما بالكامل أغلقوا حتى الطرق القريبة من بيت الشهدين المغدورين بتفجير يوم أمس الإرهابي من كثرتهم طبعا سرادق العزاء امتد لشارع طويل كامل كما رأيتم في التقرير الكل كان يبكي من يجهش ببكاء ومن يبكي بصمت بسبب أن إضافة إلى كون الشهدين هم شابين في مقتبل العمر أحدهم لهم طفلة صغيرة في أشهرها الأولى والآخر كما علمنا أن زوجته تحمل جنينا في أحشائها سيبصر النور دون أن يتعرف على والده ربما إلا بالصور إضافة إلى كونهما شابين إضافة إلى كونهما كادحين عاملين كانا محبوبين جدا في المنطقة بين أواسط الجيران وزملائهم وأصدقاء الدراسة العائلة بصورة عامة كانت عائلة من العوائل الطيبة ومن العوائل التي تسكن حي القاهرة منذ زمن بعيد جدا أيضا ما تفوجئنا به بأن هناك ثلاثة من أقاربهم استشهدوا أيضا في هذا الانفجار رأي أن أسرة أساد النعيم في بغداد فقدت خمسة من أبنائها في تفجير يوم أمس كانت ذلك ثلاثة مجالس عزاء آسف لأفراد هذه الأسرة انتشرت ما بين الأعظمية وحي القاهرة ومنطقة الإسكان أيضا يبدو أن الموت يطارد العراقيين آسف شاهدنا رسائل المواساة رسائل محاولة أن يصبر أهل الشهيدين وخاصة الوالد الوالد كان فاقدا لصوته فاقدا لدموعه يبكي بصدق يعني يبكي بلا دموع ولا يستطيع الحديث ويعني كنا نحاول أن نأخذ منه حديثا لكن صوته قد كان انتهى من بكائه وصياحه لمدة يوم كامل الرحمة للشهداء والجرحة نتمنى لهم الشفاء العاجل أنتقل إلى الأنبار نبيل العزامي مرسلنا من هناك نبيل في بغداد الحزن يخيم على أكثر البيوتات البغدادية ماذا عن الأنبار وهل تحدثنا عن حملة التبرع بالدم التضامنية من قبل أهالي الأنبار لجرحة تفجير في ساحة الطيران نعم سوفيان يبدو أن مركب الحزن وتعابير المأساة هي واحدة في العراق من الشمال إلى الجنوب أهالي محافظة الأنبار شاطروا بكل الفعاليات الاجتماعية المأساة والكارثة التي حصلت في ساحة الطيران يوم أمس عديد من الفعاليات منها اليوم الجمعة كانت صلاة على أرواح الغائبين في عموم أقضية محافظة الأنبار كذلك تبرع الكثير من شباب وأهالي محافظة الأنبار بالدم عند المستشفيات في المحافظة كذلك سوفيان هناك تجمع لعدد من الشباب وكذلك وجهاء المحافظة للذهاب إلى عوائل الضحايا وتقديم العزاء وكذلك المواساة لهذه العوائل التي فجعت في هذه الحادثة الأليمة حقيقة كانت هناك العديد من الرسائل في محافظة الأنبار انطلقت إلى بغداد وإلى ضحايا التفجيرات الأخيرة حدثت الكثير من الإجراءات والأمور التي تداولها بعض المواطنين وحتى مواقع التواصل الاجتماعي عن تغييرات أمنية منها تغيير وزير الدفاع وكذلك محاولات لتغيير عدد من القيادات الأمنية لكن محافظة الأنبار وخلال السنوات المواضية منذ استعادتها من تنظيم داعش الإرهابي أثر المواطنين إلا أن يكونوا صفا واحدا مع القوات الأمنية وتقديم المعلومة الأمنية التي يعول على أن تكون المحافظة فيها مستقرة من خلال خصوصا الإحصائيات الأخيرة أشارت إلى أن محافظة الأنبار منطقة من زوعة السلاح وكذلك مستوى الجريمة يتم الكشف عن خلال أقل من 24 ساعة نعم نبيل أنتقل إلى نينة ومن هناك مرسلنا قاسم الزيدي قاسم هذه المحافظة ومدينة الموصل تحديدا لم تكن بعيدة عن هذه الوقفات التضامنية مع ما حدث في بغداد هناك وقفة تضامنية اليوم تحت شعار دماء الشهداء تروي أرض الوطن ما هي الرسائل التي خرجت بها تفضل نعم سفيان الموصل ترتدي ثوب الحزن مع تفجيرات بغداد كان هناك عدة فعاليات أيضا اليوم في الموصل ابتدأت من خطمة صلاة الجمعة حيث قامت جامعة المدينة صلاة الغائب على أرواح الشهداء والدعاء للجرحة بالشفاء العاجل من ثم بدأت فعاليات الناشطين المدنيين في الموصل وشباب المدينة من خلال فعاليات وقفات تضامنية مع شهداء بغداد حقيقة هذه الوقفات تضمنت رسائل إلى ذوي الشهداء والجرحة أن شباب الموصل معكم أيضا كان هناك وقفة ثانية عند رصيف الكتب اليوم مساء اليوم هذه الوقفة أيضا تم إيقاد الشموع فيها 32 شمعة وقدت مع عدد ضحايا ساحة الطيران في بغداد نعم شبكة مراسلين من بغداد كان معنا حيدر البدري ومن الأنبار نبيل عزامي ومن الموصل كان معنا قسم الزيدي شكرا جزيلا لكم ومن التضامن الشعبي إلى المخاوف في المدن العراقية نتابع هذا الملف مع الزميلة رويدة تميمي إليك رويدة شكرا سوفيان أهلا بكم مشاهدين سنوات الاستقرار الأمني لم تنتهي لكن الخرق الحاصل في ساحة الطيران جعل العراقيين يستذكرون خروقات نادرة شهدتها الفترة الماضية مثل اللغم البحري في الناقل بولا في البصرة وهجمات الصواريخ في أكثر من مكان الجميع في جنوب العراق في حالة ترقب انعكست على حياة الناس اليوم في ملفنا هذا سنناقش تدعيات هذه الأحداث نتابع هذا الملف بعد الفاصل تتداخل الأحداث وتشتبك المواقف يتزايد الضغط وتتدافع وجهات النظر لكننا هنا لإظهار الحق الحق يقال من الأحد للخبيس الساعة تسعة مساء ترقبوا مباراة العراق والكويت يوم الأربعاء الساعة ستة مساء على يو تي في للإعلان على يو تي في الاتصال بالوكيل الحصري إيست ماجيك ميديا أهلا بكم من جديد تعود المخاوف من خروق أمنية مشابهة وإجراءات احترازية مشددة تشهدها أغلب المدن العراقية المزيد في سياق هذا التقرير الخطر قائم هكذا تلقفت الأجهزة الأمنية في أغلب المدن العراقية رسالة الموت في ساحة الطيران وسط الحاصمة زادت السلطات إجراءات أكثر شدة فوق إجراءاتها المشددة أصلا يقول قادة الأمنيون إن المخاوف من خرق أمني كبير لم تتوقف منذ سنوات لكنها تضاعفت مؤخرا بعد حادثة اللغم البحري على النقلة بولا في موقع ستراتيجي مهم كمياه البصرة وهي حادثة نادرة الوقوع وخطيرة على الأرض ضاعفت قوات الأمن نشاطها بإجراءات شملت معظم المحافظات استنفار على نطاق واسع وإجراءات مشددة على المداخل والمخارج في بابلة وكربلاء والأنبار وكذلك ذيقار التي غادرها رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بعد زيارة خاطفة متجها إلى البصرة التي شددت هي الأخرى إجراءاتها وقررت على غير العادة إغلاق سوق الجمعة المكتب فيما نشرت النجف دوريات جوالة لتأمين مناطق التجمعات في أنحاء المدينة الجهود المحلية عملت مع شراكات دولية لتطوير الجانب الاستخباري خلال فترة الهدوء النسبي بعد انتهاء المعارك مع داعش وقيل إن معدات التنصيب والمراقبة وأساليب اختراق شبكات العنف باتت أفضل بموازات ذلك يجري الحديث بعد كل خرق عن ضعف في منظومة المراقبة الأمنية على الرغم من أعلان السلطات مرارا عن نصب شبكات متشعبة من كاميرات المراقبة في أغلب شوارع بغداد آخرها أعلان الحكومة أواخر العام الماضي عن خطة جديدة لتعزيز تلك الشبكات التي يقول مسؤولون مطلعون إن جزءا منها تعرض للتعطيل عمدا فيما أسهم الفساد بإهمال جزء آخر منها المراقبون يراهنون على تعزيز الشراكة الاستخبارية مع دول المنطقة والتحالف الدولي كجزء جوهري في مساعدة العراق على الوفاء بدوره المسؤول كشريك في أمن المنطقة واقتصادها في ذيقار شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في عموم مدن المحافظة ومداخلها بالتزامن مع تفجير الطيران عن تلك الإجراءات ينضم إلينا من هناك مرسلنا أحمد السعيدي مرحبا بك أحمد يعني كيف تابعت الإجراءات الأمنية والجهد الاستخباري والأمني هناك في محافظة ذيقار وهل شملت هذه الإجراءات جميع مدن المحافظة؟ نعم شملت هذه الإجراءات جميع مدن المحافظة جميع المداخل الرئيسة التي يأتي إليها الوافدون من محافظات أخرى إلى محافظة ذيقار ذيقار أعادت العمل بنظام الكفيل الذي يشمل دخول الوافدين إليها من غير سكنتها والتي يشترط على وجود كفيل ضامن للشخص الذي يدخل إلى محافظة ذيقار من غير أهلها هذا النظام الذي تم العمل به بعد الاستهدافات التي شهدتها مدينة الناصرية في عام 2013 يعني خفف قبل عامين لكن عادت إليه السلطات الأمنية هنا في محافظة ذيقار العمل به قبل شهرين واليوم في ظل التحديات الأمنية التي أعقبت انفجار ساحة الطيران زادت القوات الأمنية من تجديد الإجراءات على الوافدين وأيضا قامت بتعزيز القدرات الأمنية داخل مربع المدينة نعم روايدة يعني أحمد ماذا عن الطرق الخارجية؟ هل تم نصب نقاط تفتيش هناك؟ أو إجراءات أمنية جديدة؟ يعني هو الإجراء الاعتيادي في المداخل الرئيسة التي تدخل المحافظة من أربعة مداخل مهمة من محافظة واسط والبصرة وبغداد ومدخل مدينة محافظة ميسان هذه المداخل شددت فيها الإجراءات الأمنية وأنا شاهدت في بعض المداخل هناك عمليات تذقيق للوافدين يعني عبر الحاسبة الألكترونية وأيضا في داخل المدينة هناك حواجز مفاجئة وأيضا عمليات تكثيف للجهد الأمني والاستخباراتي خصوصا للطرق النيسمية كما ذكر مصدر أمني باتصال هاتفي مع يو تيفي طيب كيف تعامل أهالي المحافظة مع هذه الإجراءات الأمنية الجديدة؟ وما هي ردود أفعالها؟ يعني أول رد فعل هو اليوم في ساحة الحبوبي وهو يوم الجمعة واليوم الاعتيادي للتظاهر بعد اتفاق الحبوبي اليوم في الحبوبي هناك مئات من المتظاهرين أدانوا حادث الانفجار وأدانوا أيضا الإجراءات الأمنية يعني هذا الفشل الأمني الذي أدى إلى هذا الخرق الأمني الكبير أيضا اتحاد الأدباء في محافظة الذقار أقام وقفة استذكارية وأشعله الشموع مساء أمس كذلك شيعت محافظة الذقار أحد شهدائها الذين سقطوا في انفجار الباب الشرقي وهو شاب يعمل في شركة خاصة استشهد في هذا الانفجار وهو شاب يسكن مدينة قلع السكر شمال مدينة الناصرية هناك تعاطف كبير وهناك أيضا غضب كبير وتحسب كبير أيضا وترقب أيضا للوضع الأمني سيما وأن محافظة الذقار تعرضت إلى خرق أمني كبير في عام 2017 بما عرفه بمجزرة فدكة التي اعتبرها تنظيم داعش في ذلك الوقت أحد الخطوات المهمة لضرب العمق الستراتيجي للدولة العراقية خصوصا وأن المكان الذي استهدفه يبعد أكثر من 300 كيلو عن العاصمة بغداد نعم أحمد السعيدي مرسلنا من ذقار شكرا جزيلا لك وكانت هذه الأوضاع في ذقار أما في النجف الأشوف فنتعرف على الأوضاع الأمنية والإجراءات هناك مع مرسلنا حسام الكعبي مرحبا حسام إذن كيف هي الإجراءات الأمنية في النجف وكيف الأوضاع هناك نعم يا رويدة يعني النجف اليوم والأجهزة الأمنية انتشرت بشكل واضح في أغلب المحافظة عن طريق السيطرات المشتركة المؤقتة وهناك تجديد في السيطرات الخارجية في جميع مداخل المحافظة أجرت يو تي في اتصالات مع قيادات أمنية في النجف وأكدت أن المحافظة لم تتعرض إلى أي تهديد أمني خصوصا مع استمرار أو تكثيف جهود الاستخباري في المحافظة لكن تحسبا لأي طارق أمني بدأوا يعملون بشكل أوسع وانتشرت الأجهزة الأمنية بشكل أكبر وخصوصا كما ذكرت الأجهزة الاستخبارية أيضا اليوم كانت هناك تجمعات في الأسواق وكالمعتاد العراقيون في جميع المحافظات هناك أسواق اليوم الجمعة وتجمعات للمواطنين بسبب أن اليوم عطلة فكانت الإجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية أيضا تضامن واسع من قبل المواطنين في النجف وكانت هناك حملات مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على أرض الواقع خرج العشرات من الناشطين والشباب تحت مجسرات ثورة العشرين تضامنا مع أهالي الضحايا ويطالبون إبعاد الملف الأمني والأجهزة الأمنية عن التدخلات الحزبية هذا الملف يقولون هذا الملف يجب أن يبقى مستقل عن أي تدخل حتى لا يحدث مثل هذه الخروقات يعني يوم أمس تطرق عدد كبير من المدونين والناشطين والصحفيين في مواقع التواصل الاجتماعي إن كيف لمحافظ أو قائدا لشرطة ما يعاقب ضابط ربما خالف واجباته كيف تتدخل الأحزاب بصورة كبيرة لتضغط وتقوم باسترجاع هذا الضابط لذلك هذه التدخلات هي ما تسببت بهذه الخروقات الأمنية نعم حساب الكعبي مرسلنا من النجف شكرا جزيلا لك نبقى في سياق الملف حيث تخوف مواطنون من سامراء والسماوة من تكرار حوادث التفجيرات في الفترة المقبلة نتيجة الصراعات السياسية بالتأكيد موضوع سياسي سياسي لا بد من نليش لأنه هو الإرهاب كل محاولاته واستهدافاته ذات أبعاد سياسية جميع محافظات العراق سوف تشهد مثل هذه التفجيرات في حالة وجود الصراع السياسي وقرب الانتخابات نخشى انتقال تلك التفجيرات وتلك الخروقات الأمنية إلى محافظات أخرى مجاورة لبغداد هذا حقيقة المخاوف وهواجس المواطن العراقي الفقير الذي عانى كثير من هذه الحكومة ومن المخاوف الأمنية من تكرار الخروقات إلى نادي حديد التصليح بالعودة إلى الزمي السوفيان إليك سوفيان شكرا رويدا أهلا بكم مجددا يتأهب العراق لدخول نادي الكبار في صناعة الحديد الصلب مع قرب افتتاح أحد أهم المعامل في البصرة لما تتجه حكومتها بغداد وأربيل إلى إزالة الحواجز التجارية والصناعية من خلال لجنة مشتركة شكلها طرفان هذه تطورات في سوق العراق تتزامن مع تحذيرات من تآكل حصة بغداد في سوق آستن نفطية بعد خفض الإمدادات السنوية من نفط البصرة إلى المصافي الهندية أقدم العراق إذن على إجراءات نفطية غير مسبوقة في خطوة تهدف كما يبدو إلى التقييد باتفاق أوبك بلس التفاصيل يكشفها هذا التقرير خفض الإمدادات السنوية من نفط البصرة إلى المصافي الهندية بنسبة تصل إلى 20% للعام الحالي إجراءات نفطية غير مسبوقة يبدو أن العراق أقدم عليها في خطوة قد تهدف إلى التقييد باتفاق أوبك هذا التخفيض في الإمدادات كشف عنه تقرير لوكالة رويترز وسط تحذيرات من تآكل حصة بغداد في سوق ثالث أكبر مستورد للنفط ومستهلك له في العالم المصادر الهندية لفتت إلى أنها لا تتوقع أن يخفض العراق كميات كبيرة من إمداداته ملوحة بالبحث عن بدائل كاللجوء إلى الأسواق الفورية خاصة وأنها تستعد لزيادة معدلات التشغيل مع تعافي الطلب على الوقود سومو بحسب مصادر منها أبلغت المصافي الهندية أنها خفضت العقود السنوية لجميع المشترين الأسيويين للتعويض عن الكميات الأعلى التي أنتجت في العام السابق وهو ما تحدث به وزير النفط إحسان عبدالجبار في وقت سابق ببقاء العراق ملتزما بقرارات أوبيك وتعويضه عن الإفراط في الإنتاج الهند من جهتها اشتكت من التخفيضات الأخيرة في الإنتاج من جانب بعض دول أوبيك والتي خلقت حالة من عدم اليقين للعملاء وأدت إلى ارتفاع في أسعار البترول العالمية وجاءت تخفيضات الإندادات إلى الهند في عقاب صفقة دفع مسبق بقيمة مليارين ونصف مليار دولار بين شركة سومو وشركة النفط الحكومية الصينية تشنهوا للنفط مقابل 48 مليون برميل من خام البصرة في حدث اقتصادين بارز تأهب العراق للدخول إلى نادي الدول المنتجة للحديد والصلب في الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال مصانع البصرة لا سيما وأن كمية الإنتاج يمكن لها تغطية السوق من الحديد العراق على أبواب دخول نادي الدول المنتجة لحديد التسليح من خلال قرب تدشين مصانع شركة الحديد والصلب في الربع الأول من العام الجاري أعمال التأهيل تسير بوتيرة متصاعدة حيث تجاوزت نسبة الإنجاز أكثر من 80% برغم معاوقات التمويل التي أجبرت الشركة الحكومية على اقتراض 50 مليار دينار لإكمال مشارعها مراحل الإنجاز وصلت تقريبا أكثر من 80% مراحل الإنجاز ومن المتوقع أن يشتغل في الربع الأول من 2021 صارت عراقين يعني توقفت تقصيصات نحن رغم هذه الظروف داومنا ما نقطعنا ولا يوم والإنتاج العراقي مو ينافس هم مخلين ينافسون نحن على نظام الآيزو اشتغلنا الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 600 ألف طن سنويا من حديد التسليح كمية ستغطي سوق العراقي من أقصى البصرة إلى أقصى أقليم كردستان وبكلفة 118 مليون دولار تعاقدت شركة الحديد والصلب مع شركة تركية لأعمار مصانعها التي دمرت إبان الاشتياح الأمريكي للبلاد عام 2003 شركة الحديد والصلب ومقرها البصرة بنتها شركة فرنسية في سبعينيات القرن الماضي وتوقع القائمون عليها أن تصل الأرباح السنوية إلى حوالي 60 مليون دولار بعد تشغيلها مجددا خطوات حثيثة تبذلها وزارة الصناعة والمعادن لإعادة تشغيل ماكينات مصانع شركة الحديد والصلب في ظل حديث حكومي عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخل المفطر سعد قصي يو تي في مدينة البصرة وللحديث في ميلف الصناعة ينضم إلينا من البصرة الخبير الاقتصادي والصناعي دكتور أحمد صدام دكتور أحمد مرحبا بك بعد أن تحقق الاكتفاء من إنتاج الإسمنت البصرة تريد أن تزفل العراق خبرا في الربيع اكتفاء من حديد التسليح كيف تابعت هذا التطور في سوق الإنشاءات الاستراتيجي؟ مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين الكرام يعني هذه أكيد خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة مسألة الحديد والصلب وزيادة الإنتاج في مجال الحديد والصلب له آثار إيجابية في الحفاظ على قيمة العملة إذا ما افترضنا أن العجز في مستوى الحديد والصلب يتم استيراده من الخارج وبالتالي هي باعث أساسي نحو القطاعات الإنتاجية والقطاعات الإنشائية الأخرى يعني سد الحاجة المحلية للسوق مسألة مهمة في تفعيل العنشطة الاقتصادية المختلفة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن صناعة الحديد والصلب تحتاج إلى طاقة وهذه الطاقة متوفرة كونها تستهلك طاقة نفطية كبيرة في مجال الإنتاج وهناك ميزة تنافسية للعراق وهذا معروف تتمثل في توفر مصادر الطاقة المشغلة لهذه الصناعات ومن ثم فإن التوجه نحو صناعة الحديد والصلب له آثار إيجابية نحو إنعاش قطاعات أخرى وبما يخلق حالة من التشابك القطاعي والصناعي مع القطاعات الأخرى لا سيما أن البلاد يحتاج إلى إعمار في البناء التحتية وفي الإنشاءات ومن ثم فإن مسألة الحديد وصل بمسألة مهمة نحو برامج الإعمار التي تسعى إليها الحكومة من خلال الورقة البيضاء علينا أن ندرك أيضا أن القطاع الصناعي يعاني من أزمة كبيرة هناك ما يقارب 89% من المصانع والمنشآت الإنتاجية معطلة بالكامل يعني هناك 18.167 معمل متعطل تماما من مجموع 20.147 معمل إنتاجي يعني هذه تشير إلى فشل السياسة الصناعية في السابق وبالتالي فإن التوجه الحالي ممكن أن يلملم جراح القطاع الصناعي نحو التنويع الاقتصادي ونحو تقليل المساهمة النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وهذا مؤشر مهم يعني زيادة القيمة المضافة للقطاع النفطي لا تقتصر فقط على يعني زيادة عدد البراميل المنتجة وإنما في كيفية استغلال هذا القطاع في الصناعات التي ممكن أن ترتبط بالنفط لأسيما باعتبار القطاع النفطي كقطاع طاقة أساسي في تفعيل حركة الحديد والصلب وقطاعات الصناعية الأخرى مثل البتروكمياويات وغيرها طيب دكتور يعني برأيك مجرد إعادة إعمار لمجمع الحديد والصلب أم هناك تطوير للمعرفة الفنية والمستوى التقني نحتاج هذه التطويرات من قبل شركات عملاقة مثلا يعني من الواضح جدا أن الخطوة الأولى تتمثل في إعادة إعمار هذا القطاع ولكن يجب أن يتلاحق ذلك بخطوات تتمثل في تطوير هذه القطاعات من خلال جلب التكنولوجيا من خلال إشراك ربما خبراء أجانب في هذا المجال من أجل تفعيل هذا القطاع الحيوي والمهم وبالتالي إعادة المنشئة بحد ذاتها لا يمكن أن يتحقق ما لم يلحق ذلك بخطوات تتمثل في تفعيل هذا القطاع من خلال جلب التكنولوجيا وجلب ما توصلت إليها القطاعات الأخرى على الأقل على مستوى دول الجوار يعني هناك تنافس كبير في مجال صناعات الحديد والصلب كما هو الحال في الصناعات الأخرى وبالتالي يجب أن تكون هناك استراتيجية متكاملة نحو نجاح هذه الخطوة وبما يفعل الخطوات اللاحقة وبما يحقق حالة التشابك القطاعي مع القطاعات الأخرى يعني هناك خلال كبير كما ذكرت هناك نسبة كبيرة من التعطيل في المنشآت الإنتاجية وبالتالي البداية الأولى حينما تكون مع الحديد والصلب ممكن أن تحرك نشاطات إنتاجية أخرى طيب دكتور في مجال الإسمنت إذا تسمحني للمقاطعة فرص عمل أكبر وغماية ست جزء من حاجة السوق المحلية في مجال الإسمنت كانت فرنسا قدمت استشارات للعراق من هو شريك العراق في مجال الحديد والصلب؟ أكيد يجب أن تشرع وزارة الصناعة إلى أشراك يعني قطاعات أو خبراء آخرين من دول أخرى لها باع طويل في هذا المجال يعني التجربة الخليجية أثبتت نجاحها في مجال صناعات الحديد والألمونيوم فبالتالي ممكن أن يستفاد العراق من هذه الدول الإقليمية في هذه التجربة بما يحقق نجاح أكبر وبما ينافس دول المنطقة مستقبلا يعني يجب أن تكون هناك خطوات أخرى تحقق هذا المنح يعني مسألة إعادة وتشغيل المعمل بالكامل لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك برامج أخرى تأخذ بنظر الاعتبار التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الحديد والصلب والجوانب الفنية الأخرى وبما ينافس ما هو موجود ومعمول به في الدول الأخرى من أجل الوصول إلى إنتاج ذو كفاءة مقبولة ممكن أن تخدم عملية الإعمار مستقبلا في العراق دكتور في حدث اقتصادي آخر للسواق الهندية تشكو أن العراق خفض الشحنات النفطية الموجهة إليها لا سيما في ظل قرارات أوبك بلاس والتزام العراق بالتخفيض كيف ترصدون في البصرة التطورات الأخيرة في سوق النفط سوق النفط ينذر بخير هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط الذي يصل إلى ستين ربما أو خمسة وستين بعد أن كانت هناك رغبة من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية في زيادة الإنتاج هناك تفاؤلات مثلا بانتعاش قطاع النقل النقل الجوي والبحري في الصيف المقبل وبالتالي هناك تفاؤلات كبيرة في زيادة الإنتاج وارتفاع مستوى الأسعار مستقبلا وبالتالي من الممكن أن يعوض العراق زيادة الإنتاج في توجيه صادراته إلى دول أخرى العصير مع الصين ودول أخرى تستورد نفط العراق ومن هذا المنطلق يمكن القول أن هناك آمال تلقى على صادرات القطاع النفط ولكن مرة أخرى يمكن القول أن هذا لا يمكن أن يتحقق ما لم تكن هناك ستراتيجية حكومية داخلية ستراتيجية اقتصادية تأخذ بنظر اعتبار هذه الزيادات في القطاع في أسعار الصادرات النفط يمكن توظيفها في إنعاش وتنشيط القطاعات الصناعية الأخرى في الداخل العراقي أملا في تحقيق مستوى جيد من التنويع الاقتصادي وفي سبيل تلافي الأزمة الحالية هذه الأزمة اليوم هي بمثابة درس كبير لصناع القرار في الداخل العراقي وبالتالي يتوجب على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار أن أي زيادة في صادرات العراق النفطية يجب أن توظف في حكمة القطاعات الغير مفطية وأعتذر منك لضيق الوقت الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام شكرا جزيلا لانضمامك إلينا ترجمة نانسي قنقر اتفقت حكومة بغداد وأربيل على تشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة حسم جميع الإشكاليات المتعلقة بقطاعي تجارة والصناعة ومنها الرسوم الجمهورية والضرائب وبحسب وزير الصناعة منها للخباز فإن اللجنة التي تفق على تشكيلها ستجتمع كل ستين يوما وترفع تقاريرها إلى مكتبه ونظيره في الإقليم فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ومنح شهادات التأسيس للمصانع والمعامل والشركات لافتا إلى أن الجانبين سيقدمان التسهيلات الأزمة فيما يتعلق بهذا الأمر وللمرة الأولى منذ 17 عاما يتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين يقضي بالتنسيق المشترك في هذا الإطار شبكة مرسلي تيفي تواصل ورزة قوافل الإبل في الصحراء الغربية جنوبا وشمالا لموسم الشتاء والمراعي الجديدة هذه المرة الزميل حمزة الأسد عثر على القوافل في بادية واسط على الحدود العراقية الإيرانية حيث البدوي لا يتخيل نفسه سوى بدوي يعيش علي المسعودي وأنفاله من البدوي الرحل متنقلا بين الحدود العراقية الإيرانية وأطراف مدينة واسط ويقول أنه لا يستطيع أن يكون غير بدوي هذا نفسي إيتي ومهنتي أنا من صرة لهذا اليوم بل بعير قوافل الإبل في المنطقة الواقعة بين نهر دجلة وجبال إيران تتعدد أنواعها في المقافلة الواحدة فبينها الأشعل والأصحب والأبهق والعفر لكن بدو واسط لا يركبونها لذا لا يستخدمون الحدج بل يسايرونها بشاحناتهم المحملة بالخيام والمعدات والمؤن كما أنهم لا يشاركون بها في سباقات على غيرها الخليج تنوع الإبل هنا ولذة حليبها ولحمها جعلها مفضلة للبدوي في أنحاء العراق فتجار النجف والسماوة يفضلون شراء الجمال من بدوي واسط في الأشهر الأخيرة انخفضت أسعار الإبل بشكل ملحوظ فأغلاها هنا والمسمى الأصفر يباع بمليوني دينار فقط بعد أن كان بأكثر من خمسة ملعين أغلى حلال هسة ما تجاوز مليونين وجوه جو المليونين ماكو مليونين كان غالي صحيح سوق عدل صحيح بس هسة سوق منتهي سوق البعير انتهى للنهاية ويقطعوا بدو واسط في رحلتهم الشتوية نحو تسعين كيلومترا بحثا عن المساحات الخضراء واسمها المرتع رحلتهم تتوزع على أكثر من عشرين محطة للتوقف ونصب الخيام في مناطق مختلفة من هدحلة والفريداوي وخزينة والعين من محافظة واسط حمزة الأسدي يو تي في الصناعات اليدوية تمثل ركيزة في الثقافة الكردية ومن بينها الحداء الكردي التقليدي المعروف باسم الكلاش والذي تتنامى شعبيته داخل كردستان وخارجه الكلاش أو القيوة حذاء تقليدي لا يزال الأكراد صغارا وكبارا يرتدونه في حلهم وترحالهم ومناسباتهم أيضا يصنع هذا الحذاء التراثي من جلود خاصة وفي مناطق محددة أحنا طلبياتنا من حلبتا ومن هورمان إيران يجينا من شمال إيران هنا بربيل ماكو بسليمانية يصنعون بسليمانية بقضايات حلبتا وهاورمان يصنعون ما بي منه يصره هذا باللبس هو يسري منه يصره باللبس لأن هذا شيء يسمى خيط وخام يتراوحه سعر الكلاش بين عشرين وثلاثين ألف دينار ويتشارك في صناعته الرجال والنساء الرجال يصنعون قاعدته لأنها تحتاج إلى جهد عضلي والنساء ينسجن الجزء العلوي منه بخيوط قطنية سميكة كل قيوة يرادلة ثلاثة يام يلا تصنعها مو يعني شيء عشر دقائق ونساعة تخلصها يوم لأن هذا الطرق يرادلة يوم وهذا طراف التسويها يرادلة يوم والقيوة كامل صنع يرادلة يوم ثلاثة يام يرادلة كل زوج قيوة وما يميز الكلاش عن سائر أحذية العالم إن لا يمين أو يسار فيه حيث يمكن احتداؤه كيفما اتفق وبأي قدم اشتريت الآن كلاش جديد لنستخدمه حاليا سوف أرتديه في أعياد نوروز كل نوروز أشتري كلاش جديد ويفضل الأكراد استخدام الكلاش في الصيف للشتاء لأنه غير مصمم لأجواء البرد والمطر الكلاش حذاء يصنع يدويا من مواد طبيعية دون تدخل أي ماكنة وله أهمية وحضور في موروث الأكراد وحاضرهم مشرق المنصور أريبيل يو تي في حالة البحر في البصرة غدا خفيف إلى معتدل والموج ارتفع ليصل إلى خمسة أقدام أما الرياح فهي شمالية غربية تصل سرعتها إلى حد نقصة 35 كم في الساعة يو تي في تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصياد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة للمزيد زروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية في أمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر